لم تكن البداية مثالية لحامل اللقب فريق الصفاء الذي حل ضيفا على الأخاء الأهلي علي في ملعب الحمدون البلدي وسقط أمامه بهدف نظيف في المباراة كان فيها الفريق الضيف الطرف الأفضل الفريق الجبلي أحرز هدفه في الضقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر لاعبه البرازيلي جديد إدواردو كونسيكاو بمجهود فردي رائع واستحق النقاط الثلاث بعد أن دافع عنها بشراسة في الشوط الثاني وسط تألق حارسه ربيع الكاخي وخط الدفاع الفرصة الصفاوية الأبرز أهدرها محمد حيدر عندما تصدى لركلة أجهزاء التي حصل عليها النيجيري سامويل وأطاح الكرة فوق العارضة الأسبوع الأول يستكمل غدا بمبارتين تجمع الأولى فريق العهد مع الاجتماعي على ملعب المدينة الرياضية والثانية تعتبر دير بمدينة سور بين التضامن والسلام ويختتم الأحد بثلاث مباريات فيتوجه النجم الوصيف إلى مدينة سور الجنوبية لملاقات شباب الغازي والأنصار بيطال كأسي لبنان والسوبر شمالا ليحل ضيفا على فريق ترابلوس فيما يلتقي شباب الساحل مع الرسنج على ملعب صيد البلدي في مباراة منقولة على شاشة الجديد